الشهيد سيد قطب رحمه الله دائماً ينادي بالعزلة العزلة الشعورية والعزلة النفسية أو كذا يعني مع المجتمع ما فائدة هذه العزلة؟ لماذا ينادي بهذه العزلة أولاً؟ ثم إن الداعية مأمور بالاختلاط بالناس حتى تتوسع دائرة الهداية يلا سألمك فيه فكرتين حول الموضوع الفكرة الأولى اللي هي أنه هي جزء من قضية المفاصلة فالمقاصلة هنا أنت ما تستطيع أن عزل على المجتمع بالكامل فتحتاج أن تستشعر العلوية على المجتمع أن هذا المجتمع مجتمع دون هي مش فقط عزلة أو عزلة شعورية إنما أيضاً استعلاء فأنت يجب أن تشعر أن هذا المجتمع مجتمع دون مجتمع جاهلي وإن تدخلت الإسلام فأنت لك العلوية على هذا المجتمع وبالتالي أنت وأنت تخالطه يجب أن تستحضر هذا الشعور بالغربة عنه لماذا كل هذه الأمور؟ هو جزء من البنية سيد ذهب أبعد من ذلك علي رحمة الله أنك في عملك كطبيب أو مهندس أو موظف في الحكومات الجاهلية والمجتمع الجاهلي أنت تساهم في بقائه وأنت وظيفتك كمسلم أن تهدمه لا أن تساعد في بناءه فعليك أن تخرج من دائرة خدمة هذه الجاهلية ودعها تنهار فبعض الناس قادوا هذا إلى أخطر ما فيه وهي التكفير والهجرة الهجرة من المجتمع وترك الوظائف الحكومية تأثرا بفكر سيدا أيها الفكرة أنك لما تبيع وتشتري داخل المجتمع من آلته ومكنته وتشتغل في دوائره الحكومية وتطبب أبناء وتعمل كل هذه الأشياء أنت تساهم في بقاء وإذا كنت عسكري أو جندي تقدم في هذا المجتمع أنت تساهم في بقاء المجتمع الجاهلي الذي جاء كمسلم لهدمه وبالتالي عليك أن تتبرأ منه وتخرج من هذه الدائرة فالموضوع أخطر بكثير من ما يخيل البعض أنه فكرة هنا وفكرة لي كانت فكرة متماسكة يعني أنت كفرت المجتمع ووضعت أنه هو مجتمع جاهلي ووظيفتك تحطيمه وش وظيفتك مساعدت على البقاء وتنميته طيب الخلطة بالناس وهداية الناس وكذا لا مانع منها لا تدخل تحت العزلة أيها الآن أنت محتاج تختلط للناس وتحتاط لنفسك يعني أنت وانت تختلط داخل هذا المجتمع هذا المجتمع سيجذبك إلي أن تقدم له خدمات فأنت وظيفتك أن تعلمهم لا إله إلا الله وتجذبهم للطليعة نعم غير ذلك من الأشياء التي تتمارسها معهم ما يقوي المجتمع تبيع تشتري فيه تنمي فيه كذا بل حتى طرح حلول على المجتمع القائم سيد كان يرى أنه لا جدوى منها يعني لا تذهب إلى الدولة وتقول لهم أنا عندي فكرة كيف ننظم الاقتصاد ونجعل حياة الناس أكثر رفاهية نعم أو أننا نريد حل مشكلة البطالة أو حل مشكلة أبناء الشوارع أو كذا إلى آخره نعم يقول لك هذه كل ترقيح بل نحن لا نقترح على المجتمع الجاهلي أي نوع من الإصلاحات لأن الفساد فيه أصلا في أصله أحنا علينا أن نتبرأ منه كاملا لم يكن يؤمن بإصلاح المجتمع لا هذه فكرة عند سيد كانت يعني ضد المشروع الذي ينادي به دع المجتمع الجاهلي ينهار لا تساهم فيه بأي نوع المساهمات هذه نقطة مهمة سيدي سنكملها بعد الفاصل إن شاء الله إن شاء الله قبل الفاصل كنا نتكلم عن فكرة سيد قطب رحمه الله تقويض المجتمع الجاهلي وقلتم سيد رحمه الله يؤمن بتقويض هذا المجتمع وعدم دعمه لأنه الفرضية الأولى أن هذا مجتمع جاهلي المسلمة الأولى أنه مجتمع جاهلي نعم وبين أنه مجتمع جاهلي فهو يستحق النقطة مش هو مجتمع مسلمين مصاب بأعطال وأعطاب وكذا ووظيفة الإنسان المسلم هذه المقدمة التي اعتمد عليها سيد رحمه الله أيها لكن سيد أحيانا يخطر ببال الإنسان أن البناء المتصدع المتهدم حتى أساساته ضعيفة من الأفضل هدمه ثم بناء جديد أما أن ترقع به هنا وهناك سينفتح تعاني منه أكثر فالأفضل هدم البناء القديم وإقامة بناء جديد والتمثيل هنا على المباني نعم لكن الفارق كبير جدا بين المجتمعات والمباني ماذا نقصد أن نحن نهد المجتمع بما فيه؟ نفس فكرة سيد رحمه الله أيها ما أنت إذا افترضت أنك أنت هذا المجتمع ما تريده وبالتالي الشيء الطبيعي لك تقول خليه احترق لكن إذا اعتقدت أن هذا مجتمعك في أمك وأخوك وأبوك وهو بناس مسلمين وصالحين وفي مجتمع كذا إلى آخره فأنت حريص عليهم أن لا المجتمع ما ينهد المجتمع يتحسن وأن حياتهم لا يجب أن تكون بالضربة القاضية إما ميتين وإما في أعلى البشرية ليس بدعا من القول قول سيد رحمه الله هذا فكر قائم بذاته الفكر الثوري الريدكالي التغيير الجذري ليس وحيدا صح سيدي؟ أيها هي كل الأفكار الجذرية التي تقوم على تقويض المجتمع كاملا مثل الماركسية مثلا هي تنتهي إلى نفس الشيء إلى مآسي كبرى لأن البشرية لا تتم بها كذا أنت لا تعيد فكرة الشيوعية أن المجتمع قابل أن تعيد هندسته وإنتاج الإنسان الاشتراكي نعم اللي هو حسب المصطرة اللي وضعها ماركس نعم ففشلت فشلا ذريعا بعد ستين سنة سبعين سنة من الجهود فشلت فشلت ذريعا وعادت مرة أخرى إلى نقطة الصفر في اعتماد النظام الرئيس مالي وأدواته وآلياته نعم سيد علي رحمة الله كان داخل في هذا الفكر الرديكالي الصفري اللي هو المجتمع دعوه يتقوض أصلا نعم يعني فلتفسد أحواله فرأ بالمناسبة هي نفس الفكرة عند الشيعة الإمامية قبل التعديلات اللي أحدثها الخميني في بنية الفكر اللي هي أنه الزمان يجب أن يفسد بالكامل حتى يخرج المهدي حتى تملأ الأرض جورا وظلما جورا وظلما نعم وبالتالي ستتاح الفرصة لظهور المهدي وتصدح الدنيا بعده نعم انهيار المجتمع واستلام طليعة سيد لهذه المجتمعات هي سؤال ملغز يعني إذا تعدك مثلا خمسين واحد من هذه الطليعة الرائعة اللي أنت بنتها نعم يعني بالطريقة اللي هم يتكلمونها عشر آيات عشر آيات وأنا عرف شاب كان دخل في المجموعة القطبية يعني كان كان زميلا لنا وكنا ندردش معه فقالنا دخلنا في مجموعة قطبية لدراسة يوجد شيء اسمه مجموعات قطبية أيها كان في مجموعات قطبية صرفة غير الإخوان المسلمين غير الإخوان المسلمين أين في أي بلد في مصر أين في مصر اسمهم المجموعات القطبية اسمهم القطبيين نعم فالقطبيين هؤلاء دخل معهم هذا الشاب يقول كنا احنا مجموعة من ثلاث عشر شاب نعم وقررنا أن نحن ننفذ مشروع سيد وكان عندهم واحد هو المشرف على هذه الحلقة يقول وجلسنا نقرأ عشر آيات وننفذ عشر آيات وننفذ يقول مرة خمسة سنوات صرنا احنا خمسة أشخاص ثلاث عشر صاروا خمسة لنما يزيدون نقصوا نقصوا قال فغادرت أنا فبقي أربعة داخل المجموعة وعندما أعود لا أدري كم واحد سيكون في المجموعة لكن لو فرضنا أن المجموعة وصلت خمسين أو مية نعم ومجتمع مثل المجتمع المصري في تسعين مليون انهار سياسيا واقتصاديا واجتماعيا من كل النواحي انهار انهار ما أنت تريد أنه انهيار المجتمع الجاهلي طبعا نهيك أنك أنت تريد انهيار كل المجتمعات الإسلامية لأنها كلها جاهلية يعني يا ترى الفرصة بتتاح أن يستلم الخمسين واحد زمام هذه الدول المنهارة ولا ستأتي المجتمعات القوية وتأخذ زمام زمام الدول هذه وتصنع بها ما تشاء صح فالأفكار كلها أفكار صح التعبير قباوية بنت السجون وبنت المعتقلات ليس لها معنى في حياة الناس مدلول يعني من أبسط مناقشة لها تقود إلى انهيارها لا في التطبيق ولا حتى على الفضاء الفكري اللي موجود لكن قوة المشاعر اللي طرحها سيد وراء الأفكار اللي موجودة والبلاغة والبيان فراغ الناس أصلا من القدر الحجاجية النقاشية نعم جعلت هذه الأفكار تسلق في البيئة العربية والإسلامية وعنده بلاغة وعنده حرارة وعاطفة قوية جدا يعني فعلا الرجل مؤثر هو من جانبه عنده بلاغة لكن من الجانب الآخر هي مجتمعات فاقدة لأدوات النقد العقلية هي تستسلم لأقرب واحد يقول لها كلام في عواطف يعني تحت أي مشرحة عملية عقلية هذه الأفكار لا يمكن تمر الله أكبر لكن في فضاءاتنا نحن والعرب والمسلمين سهل أنها تمر يعني واحد بيهد المجتمع كله والطاقات كلها بتنسحب منه وبينهار المجتمع بلين المجتمع يسلم زمامة له مثل ما تفكر الآن داعش وغيرها وكذا انشروا الفوضى في كل مكان والمجتمعات ستسلم زمام لا لا بتجيك فئات أخرى صحيح أنت هديت المجتمعات اللي أنت بوجود فيها سيأتيك الغربي والشرقي والإيراني والمشعارفيتش وبيأخذون زمام المبادرة مش أنت اللي بتقضف ثمار الهد من المجتمعات نعم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة